السلام عليكم ورحمة الله يا كاشف القر والبلوى يا كاشف الضر والبلوى مع سقمي يا رب يا يجيب دعا المضطر في الظلام يا كاشف الضر والبلوى مع سقمي قد نام وفتك حود البيت وانتبه وانت يا حي يا قيوم وانت يا حي يا قيوم وانت يا قيوم لم تنم الله وارحمنا أنت مولانا الله وقبلنا ما لنا غيرا عَلِمَ الْأَسْرَى لِقَضَى عُمْرِي عَلِمَ الْأَسْرَى لِقَضَى عُمْرِي عَلِمَ الْأَسْرَى لِقَضَى عُمْرِي بِاسْمِكَ الْغَفَى عَفْوَ عَنْ وِزْرِي بِاسْمِكَ الْغَفَى عَفْوَ عَنْ وِزْرِي الله وارحمنا أنت مولانا الله وارحمنا أنت مولانا الله وقبلنا ما لنا غيرا الله وارحمنا الله وقبلنا ما لنا غيرا ما هذا يا عمري صوت لبنان يطرب الآذان الأستاذ رطي بوشناق حبيبي أحسنت عبد الله طبعا زي ما تفضلت المرة الفاتة ثمانتاشر سنة تغني أكيد أنك متمكن وأكيد الطبقات موجودة والعرب موجودة يعني ما شاء الله يقول لك الله يوفقك ما شاء الله شكرا جزيلا أستاذ بطفي أستاذ محمود التهامي يا عبد الله وما زلت لن أسامح ولن أتسامح مع الشعب اللبناني لو جسروا في التصويت إليك عبد الله يعني استهلالك من مقام البياتي والتمكن فيه وفي الأداء وإنك في ركوزك وتنزل كمان على ركوزك تلت درجات وتطلع بمنتهى السلاسة وتطلع تعمل مقام الكارج غار والشوري وترجع تاني بمنتهى السلاسة أنا بحي فيك الإنسلاخ اللي حصل في بداية الأداء والارتجال إنسلاخت من كل اللي حواليك وعشت مع الكلمة وعشت مع المعنى بس لما دخلت في القصيدة مع الفرقة يعني كنت عاوزك تشوجني ليك أكتر يعني أحيانا لما بيرد الكرال معك برضو بتقول معاهم خد نفسك يعني برضو شوجني ليك فده كان بيجهدك نوعاً ما رغم أنك انت كدها وجدود ما شاء الله وكملت والجفلة كانت في العالي وتكشيفك معهم كان جميل جداً أحسن توفقك الله شكراً جزيلاً أستاذ محمود أستاذ أحمد بخاطر عبد الله حسيت أن هالمرة أنك أنت مع قدراتك ومع خبرتك أنت يعني في الإنشاة ثمانت عشر سنة ما شاء الله توقعت أنك أنت تطلع أكثر من مقام تعطينا يعني جوابات أكثر تنزل أكثر حسيت أنه في رتابة في اللحن لحن جميل وأداك كان جميل ولكن يعني أنت بهال قدر واحد يتوقع يحصل شيء أفضل هذا رقم واحد رقم اثنين أنا لاحظت أنه تعرفش في الموسيقى شي يسمى كرشندو الكرشندو هو عبارة عن أنك أنت تطلع يعني بالصوت تعلي شوي شوي لمرتبة عالية فأنا لاحظت أنت لما تطلع جواب تطلع يعني فجأة مرة واحدة وتصرخ وحلو ويعني الجمهور أنا شفت أن نتفاعل معاك ولكن نحن كمستمعين نبغي نبغي يطلع يعني شوي شوي ويطلع مرة واحدة يعني مبنرة واحدة يعني يعني مثل ما يكون في صدمة مرة واحدة أنا حسيت هاي في المرة الأخيرة وهال مرة بعد بس لو جربتها روحك مع نفسك بتلاقي فيها حلاوة وجمال شكرا جزيلا سيد أحمد بخاطر شكرا يا عبد الله موفق شكرا